موسيقى مشاهدين الكرام مرحبا بكم في مال مغرب من واشنطن انا ادم ايرلي انا ادم ايرلي ويسرني دوما ان التقي بكم في مال مغرب من واشنطن في الرابع عشر من ابريل رأس جلالة الملك محمد السادس افتتاح مشروع اصلاحي ضخم في المغرب اسمه المبادرة الملكية للحماية الاجتماعية وهو مشروع ممتد لسنوات يضمن للمواطن المغربي سهولة الحصول على تأمين صحي وتحديث نظام التقاعد ويوفر حماية اضافية ضد البطالة ودعوني اقتبس مما قاله وزير الاقتصاد محمد بن شعبون في هذا اليوم يشكل هذا المشروع المجتمعي ثورة اجتماعية حقيقية سيكون لها اثار مباشرة وملموسة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في حلقة اليوم سنناقش المبادرة الملكية للحماية الاجتماعية ما هي مكونات هذه المبادرة وما اهميتها وما الذي يمكن ان نتوقعه في المستقبل ينضم الينا في هذه المناقشة الدكتور ايلان بيرمان الذي عاد لتوه من زيارة للمغرب وحل ضيفا في حلقات سابقة من البرنامج وهو النائب الاول للمجلس الامريكي للسياسة الخارجية ومقره العاصمة واشنطن وايلان ايضا خبير في الامن الاقليمي وقدم استشارات لوكالة المخابرات الامريكية ولوزارتي الخارجية والدفاع كما انه يحاضر في جامعة ولاية ميسوري وله مساهمات منشورة في الصحف الامريكية مثل وول ستريت جورنال وفورين افيرز وذين يورك تايمز وفورين بوليسي وذو واشنطن بوست وكالمعتاد نبدأ المناقشة مع مراسلة البرنامج اديل نازريان اديل ما هو ملخص المبادرة الاصلاحية لجلالة الملك المغربي شكرا جزيلا يا ادم لقد تحدثوا مع بعض الامريكيين الذين يعرفون المغرب وعبروا عن اعجابهم وافتخارهم بملك المغرب الذي اقدم على هذه الخطة التي ستعود بالمنفعة على شعبه وخاصة الطبقة العاملة والمتوسطة والخطة تضم رفع نسبة المستفيدة من الحماية الصحية وترشيد النفقات الوطنية في مجال الرعاية الاجتماعية وتحديث نظام التقاعد والمعاشات وكذلك رفع نسبة المستفيدين من برامج التعويد عن البطالة ففي خطاب العرش لسنة 2020 كان الملك محمد السادس قد اعلن بأنه بحلول سنة 2022 ستشمل التغطية الصحية كل الشعب المغربي خطوة كبيرة ادخلت السعادة على كل المغاربة وبطبيعة الحال خطة اخذت بعين الاعتبار المعاناة التي واجهتها الطبقة المتوسطة بسبب الجائحة عودة اليك ادم شكرا لك يا ديل ومن الواضح جدا ان هذا المشروع مشروع طموح للغاية وكما قال وزير الاقتصاد المغربي فان المشروع كفيل بعمل نقلة نوعية في المجتمع المغربي الان ننتقل الى المعلق الخاص للبرنامج جورج لاندريث هذا المشروع يتضمن استثمارات ضخمة من جانب الحكومة المغربية يا جورج فالمشروع سيكلف الحكومة اموالا طائلة فكيف يمكن تمويل مشروع بهذا الحجم ولماذا هو مشروع يستحق الاستثمار فيه لقد اثرت سؤالا هاما يا ادم لان القدرة على توفير الاموال للبرنامج ستجعله قادرا على الاستمرار واذا كان سيؤدي بالفعل الى تغيير حياة الشعب المغربي فيجب العمل من اجله ليس العام او عامين بل مدى الحياة وهذا امر هام للغاية واعتقد ان ذلك سوف يتطلب فرض بعض الضرائب وهو ما قد يضايق البعض ولكنني اعتقد انه من اجل مجتمع الرفاهة يكون من المنطقي توفير شبكة امان اجتماعي وهنا يبرز السؤال عن كيفية عمل ذلك بطريقة تتسم بالكفاءة وتؤدي الى حل بعض المشاكل وعندما اتفحص خطة العاهل المغربي اشعر بالفعل ان جلالاته قام بذلك فهناك محاولات للدخول في مشاركة مع القطاع الخاص المشهور بالكفاءة وتوفير الافضل جودة باقل الاسعار وهو ما لا تتمكن الحكومات احيانا من عمله وكذلك توفير موارد لمساعدة غير القادرين على تحمل تكاليف التأمين الصحي وهناك الكثير الذي يدعو الى الاشهادة بالخطة وارى انها تنطوي على امكانيات توفر الحفاظ على استمرارها كما انها طرحت في وقت مناسب يسمح للمسؤولين بالتحسين والتعديل لانهم قد يصادفون جوانب غير متوقعة واعتقد ان اتاحة الوقت امام الخطة فكرة ذكية وارى ما اسميه مؤشرات جيدة تشيري لان الخطة مدروسة بعناية نعم لقد تطرقت الى نقطة مهمة وهي قضية الاستدامة المتعلقة بالالتزام التمويلي طيلة الحياة واتأكد من استمرارية مثل هذا الدعم امر حيوي نتحول الان الى ضيفنا الدكتور ايلان برمان ايلان في خطاب العرش الاخير الذي القاه جلالة الملك تناول جلالته خلفيات هذه الاصلاحات وما يلفت الانتباه انه اشار الى ازمة جائحة كورونا ودعني اقتبس من خطاب جلالته الاتي رغم ان هذه الازمة اظهرت ان الروابط الاجتماعية في بلادنا متينة وان التضامن بين المغاربة حقيقة من حقائق الحياة الا انها كشفت عن عدد من اوجه القصور خاصة في المجال الاجتماعي من بينها حجم القطاع غير الرسمي وعدم كفاية شبكات الحماية الاجتماعية خاصة للفئات الاكثر ضعفا وتعرض عدد من القطاعات للتقلبات الخارجية وعليه يجب ان نغترم فرصة الوضع الحالي لاعادة النظر في اولوياتنا وارساء الاسس لاقتصاد قوي وتنافسي ونموذج اجتماعي اكثر شمولا سؤالي لك هو ما المعنى من وراء قول جلالته نموذج اجتماعي اكثر شمولا وما هو شكل مثل هذا النموذج السؤال العظيم واعتقد ان الامر يتعلق بما تحدث عنه جلالة الملك من البداية فيما تعلق بالجائحة فالذي شهده العالم وشهداته المملكة المغربية على وجه الخصوص هو موجة من حالات الاصابة بالفيروس كوفيد 19 في قطاع من الاقتصاد معرض اكثر من غيره بسبب العمالة اليومية والعاملين في القطاع غير الرسمي وقد تكون الاجراءات الصحية الاحترازية والتباعد الاجتماعي ممكنة بالنسبة للبعض في المغرب لكنها ليست ممكنة للبعض الاخر لهذا فان هذا العقل الاجتماعي الجديد هو محاولة وساعة النطاق من الحكومة المغربية لتوفير المساواة لهذه الفئات المعرضة اكثر من غيرها بتوفير حماية اكبر وتأمين صحي اوسع للحيلولة دون تعرضها لصدمات في المستقبل وبصراحة نجد ان الحكومة المغربية والاقتصاد المغربي تمكنها من تحقيق اداء طيب بشكل عام ولكن كانت هناك بعض التقلبات الاقتصادية وتبدو الحكومة المغربية مهتمة بالفعل بتوفير الاستقرار بعد ذلك وترى الخطة سبيلا لتحقيق ذلك وهل هذا القطاع غير الرسمي يشكل جزءا كبيرا من الاقتصاد المغربي؟ الاقتصاد غير الرسمي له نصيب اكبر مما ينبغي ففي المراكز الحضرية مثل الدار البيضاء هناك جانب كبير من قوة العمل تعمل في مهن ليست لها مستقبل وظيفي لكنها تعتمد على المعاملات التجارية غير الرسمية ووظائف اقتصاد الخدمات وقد تأثرت هذه الوظائف بشكل كبير بسبب الجائحة لانه فيما تمكن العاملون في الوظائف الحكومية والمكتبية من اتباع التباعد الاجتماعي او العمل من المنازل وتعديل جداول عملهم فان العمالة المباشرة لم تتمكن من تحقيق ذلك وهذا هو ما اثار قلق الحكومة المغربية لمدة طويلة وهي تتحرك على وجه السرعة للقيام بسد اوجه القصور التي تسبب مثل ذلك التعرض عندما سمعتك تتكلم عن مكونات الاقتصاد غير الرسمي والمتأثرين به ذكرني هذا بما يحدث في الولايات المتحدة خلال أزمة كوفيد فالفقراء وطبقة العمال لم يكن لديهم خيار إلا الذهاب للعمل والاحتكاك بالناس المصابين بكوفيد بدرجات متفاوتة وهذا ما صلت الضوء على قضية عدم المسواة في الاقتصاد الأمريكي فهل رأينا في الولايات المتحدة اتخاذ أي إجراءات إلى جانب إعطاء اللقاح أنا أقصد هنا إجراءات شبيهة بما يفعله المغرب لمواجهة عدم المسواة هذه نعم ولكن ليس بنفس الدرجة فقد شهدت الولايات المتحدة عدة من الإجراءات الاقتصادية طرحتها إدارة بايدن وقبلها إدارة ترامب ورخص باتباعها الكونجرس لتوفير إغاثة من الجائحة بتقديم إعانات مباشرة للعائلات المحتاجة في المجتمع ولكن ذلك لم يصل إلى النطاق والمركزية التي تشهدها المملكة المغربية حالياً وكما قال جورج فهذا مشروع ضخم يبدو أنه يعكس اهتماماً هائلاً من العاهل المغربي بتوفير استثمار يصل إلى 2.5 مليار دولار وهو قدر هائل من الأموال في أي وقت وخاصة الآن في ضوء تأثر المغرب بالجائحة ولكنه شهادة بقدر ثقة الحكومة المغربية في اتباع أسلوب ينظم ويرفع مستوى القطاعات المعرضة أكثر من غيرها هذه أفكار مفيدة جداً يا دكتور الآن مشاهدين سننتقل إلى فاصل قصير ابقوا معنا أهلاً بكم مجدداً مشاهدين الكرام في مع المغرب من واشنطن موضوعنا اليوم هو مبادرة جلالة الملك محمد السادس للحماية الاجتماعية وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع المغربي قبل الفاصل تناول ضيفنا الدكتور إيلان بيرمان حجم هذا المشروع مع مقارنة بخطة التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة أريد هنا يا إيلان أن أركز على بعض النقاط فعندما نتحدث عن الولايات المتحدة يتكلم الناس عن تريليونات الدولارات التي يتم انفاقها لحفظ الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين وهناك قلق من أن يزيد هذا من عجز الموازنة بما قد يؤدي إلى زيادة الأعباء الضريبية لكن الإدارة تقول إن من شأن هذا أن يحفظ الاقتصاد بما يعني قدرته على تسديد الأعباء بنفسه كيف نربط هذا بالجدل الدار في المغرب وقد سمعنا جورج لاندريث قبل قليل يتحدث عن الاستدامة فما هي الاستدامة الاقتصادية المتوقعة من برنامج كهذا؟ من الواضح أن هذه قضية نسبية فتعداد المملكة المغربية حوالي 37 مليون نسمة بينما تعداد الولايات المتحدة 320 مليون نسمة لهذا فإن تقديم صفقة إغاثة شاملة أو حتى غير شاملة في الولايات المتحدة ستكون نسبيا أكبر بكثير مع ذلك فإن ما نراه صادرا عن الحكومة المغربية قدر ضخم وصحي من الاستثمار لتوفير الاستقرار الاجتماعي وإنشاء هذه الشبكة للأمان الاجتماعي وأعتقد أنه استثمار ملحوظ بالنسبة لحجم السكان في المملكة المغربية وهو قابل للاستمرار إذا ما أخذنا في الاعتبار أداء الاقتصاد المغربي فمع أننا شهدنا بعض التقلبات في العام الماضي في الشهور الأولى للجائحة فإن الاقتصاد المغربي يتجه نحو توجه إيجابي للغاية ونشهد بداية لنمو التجارة خاصة في شمال المغرب بالقرب من أوروبا في منطقة ميناء طنجا وأعتقد أن هناك ثقة في الرباط بأن هذه الخطة تشكل برنامجا قابلا للاستمرار تحتاج المملكة المغربية إلى عمله دعنا نتحدث عن أهداف هذه الإصلاحات التي حددها جلالة الملك في خطاب العرش فقد تحدث عن الحاجة لدعم التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعهد بتوسيع تغطية الرعاية الاجتماعية لجميع المغاربة في رضون السنوات الخمس المقبلة بدءا بالتغطية الصحية الإجبارية والإعانات الأسرية وتحريك معاشات التقاعد وأعانات البطالة كل هذا لم يحدث من قبل في التاريخ المغربي فهل هناك نماذج مشابهة لهذا الإصلاح الشامل تم تطبيقها في دول أخرى وما هي التحديات التي واجهتها وما هي الدروس التي يمكن أن يستفيد منها المغرب في هذا الصدد أعتقد أن هناك بعض الأمثلة خاصة في مجال الرعاية الصحية وهناك ومضات يمكن التعلم منها في برنامج نظام الرعاية الصحية في بريطانيا وكندا وهي تجارب تجمع بين الإيجابية والحضر بمعنى أنه في مجال التطبيق لاحظت هذه الحكومات وجود قضايا تتعلق بالتحكم في الجودة ومشاكل تتعلق بتحقيق الوصول العام للخدمات الصحية ومن الواضح أن ذلك يدور بخاطر صناع السياسة في الرباط وأنا واثق من أنهم يدرسون التجارب السابقة في الدول التي طبقت إجراءات مماثلة للاستفادة من الأخطاء التي وقع فيها الآخرون لا يعني هذا أنه لن تكون هناك أي أخطاء ولكن بالتأكيد من الأسهل الاستفادة من تلك الوامضات التعليمية قبل أن تصبح أول من يطبق البرنامج أعود إلى المعلق الخاص للبرنامج جورج لاندرث المؤيد لأي خطوات محافظة في هذا الصدد جورج ما رأيك في المميزات والعيوب النسبية لأنظمة مثل المملكة المتحدة وكندا مقابل النظام في الولايات المتحدة المعروف عنه بأنه باهض التكاليف اقتصاديا حيث يتوغل القطاع الخاص بشكل كبير ولا يستطيع معظم الأمريكيين الوفاء بكلفته العالية المغرب الآن يواجه مشكلة مشابهة فهل الرعاية الصحية الوطنية هي الحل؟ على الأقل من خلال نظراتي السياسية فأنا أرى أن الحكومة ربما تكون في وضع أفضل لمساعدة المواطنين غير القادرين على الحصول على الرعاية الصحية وليس أن تتولى الحكومة مهمة تقديم تلك الرعاية وبينما لا أعرف كل تفاصيل الخطة المغربية لأنها لازالت في طور القطوط العامة يبدو أن الحكومة المغربية تحاول التوصل إلى وسيلة لدعم كفاءة وقوة القطاع الخاص وبعد ذلك استخدام الدعم الحكومي لمساعدة الفقراء غير القادرين على دفع تكاليف الرعاية الصحية المتميزة أعتقد أن ذلك يشكل نموذجا قابلا للاستمرار لأنني أرى أنه عندما تسيطر الحكومة على قطاع الرعاية الصحية وتدير بالكامل نره يتهاوى ويتعرض لانهيار رائع وهذه النقاط مهمة للغاية إيلان فلنعود إلى المغرب وخطاب العرش لجلالة الملك ما لفت انتباهي في خطاب جلالته قوله إن أحد أهداف الإصلاحات هو دعم الروابط الإقليمية وهذا يعني أن أهداف المشروع تتخطى الحدود المغربية فما رأيك في هذا؟ وكيف يمكن تحقيق دعم الروابط الإقليمية؟ كيف يمكن للإصلاحات الداخلية في المغرب أن يكون لها تأثير على الخارج أي خارج حدود المغرب؟ هذا موضوع مثير للاهتمام تحدثنا عنه من قبل في هذا البرنامج وهناك لحظة للتعلم هنا حيث اختلفت مواءمات دول معينة للجائحة عن دول أخرى فالاتجاه العالمي بشكل عام كان الانطواء نتيجة الجائحة وتناقص الاهتمام بالتعامل مع العالم ولكن المملكة المغربية كانت استثناءا من هذا التوجه فقد رأينا مضاعفة جهود الحكومة المغربية لإقامة التواصل الإقليمي وتوسيع وجودها التجاري والسياسي بل إن جلالة الملك فرح مبادرة صحية لإفريقيا ليس بالضرورة للتنافس مع ما تحاول الصين عمله في القرى الإفريقية ولكنه بالتأكيد مكمل لها كوسيلة لتقديم مشاعدات إضافية كما أنه تمت إضافة وكالة جديدة نسبيا إلى وزارة الخارجية المغربية لمتابعة هذا النوع من المبادرات هكذا فعندما ترى أن المملكة المغربية خلال العام الماضي لم تبدل توجهها الاستراتيجي بل وصلت توجهها الإقليمي وفي نفس الوقت فإن تجربة العام الماضي أظهرت أن دولا عديدة في المنطقة أصبحت معرضة أكثر من ذي قبل بسبب الجائحة لذلك أعتقد أنه بينما يركز جلالة الملك حاليا على هذه الإصلاحات داخليا وتوسيع نطاق العقد الاجتماعي فإنه مهتم أيضا بما يحدث إقليميا وكيف يمكن للمغرب أن تقوم بدورها كمصدر للاستقرار والمضي قدما في الولايات المتحدة قضايا مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية هي أمور في غاية الحساسية السياسية فالمواجهات في الكونغرس تحتدم بسببهما والمرشحون يخسرون أو يكسبون مقعدهم حسب درجة انخراطهم في هتين القضيتين فهل ترى أنهما لهم نفس التداعيات السياسية في المغرب أم أن هناك إجماعا على ضرورة عمل مثل هذه الإصلاحات في المغرب أعتقد بصراحة أن هناك شهية مفتوحة في المجتمع المغربي لإدخال إصلاحات اجتماعية واقتصادية وسمعت ذلك بنفسي عندما كنت في المغرب قبل أسبوعين لذلك فإن هذا البرنامج يستجيب لذلك وأعتقد أن هذا هام للغاية لسببين أولاً لوجود سؤال مفتوح حول سرعة إيقاع الإصلاح الاجتماعي في المغرب وإمكانية تعرضه للتأثر بالجائحة لكننا رأينا أن ذلك لم يحدث رغم التكهن بإمكانية حدوث ثانياً يدخل المغرب هذا العام موسم الانتخابات وسيكون أداء الحكومة المغربية في مجال الاستقرار الاقتصادي وشبكة الأمان الاجتماعي موضع اهتمام في عقول الناخبين المغربة هكذا فإن الحكومة المغربية تكون بذلك قد وضعت أصابعها على نبضي ما يتحدث عنه المجتمع المغربي وتحاول أن تمضي قدماً بهذه القضية النقطة مهمة هذه التي تناولتها عن التأثير السلبي لكورونا وهي في الحقيقة التي دفعت إلى الحاجة لعمل هذه الإصلاحات سؤالي الأخير لك يا إيلان أنت زرت المغرب مؤخراً حدثنا عن هذه الزيارة الأخيرة وأسبابها وماذا فعلت فيها وما هي انطباعاتك لقد كنت محبوضاً للغاية لأن ألبي دعوة من وزارة الخارجية المغربية لعقد اجتماعات ركزت بشكل أساسي على قضايا السياسة الخارجية وكنت أتوق بشدة للخروج من الولايات المتحدة وأنضيت بعض الوقت في الرباط ويومين في طنجة وتأثرت كثيراً أولاً باهتمام الرباط وبمنظورها للسياسة الخارجية والأمن الإقليمي خاصة قضايا الأمن التي نميل إلى التركيز عليها هنا في الولايات المتحدة مثل الاستقرار في منطقة الصحراء الإفريقية الكبرى والصراع الدائر في ليبيا بل والنشاطات الإيرانية وأيضاً فيما تعلق بالتجارة فإن مشروع ميناء طنجة المتوسط مثير للإعجاب بشكل هائل وقد تمكنت المملكة المغربية من وضع البلاد كنقطة رئيسية للتجارة العابرة لأوروبا وما حولها وأيضاً كنقطة شحن عابرة للسلع المتجهة إلى القارة الإفريقية كما تمكن المغرب أيضاً من زيادة أهميته لأننا هنا في الولايات المتحدة بدأنا نناقش الحاجة إلى وقف الاعتماد على سلسلة الإمداد من آسيا ووقف الاعتماد على الصين نتيجة لذلك أعتقد أن المغرب وإن كان ظل بعيداً عن المنافسة فيما بين القوى العظمى حتى الآن فإن الاهتمام سيزيد تباعاً بما يمكن للمغرب عمله وستزداد أهميات المغرب مع الأسف يا إيلان أوشك وقت البرنامج على الانتهاء وأمل أن نستطيع أن نخصص حلقة أخرى لنعرف منك المزيد أشكرك على آرائك وأفكارك المفيدة وأشكر أيضاً معلقنا الخاص جورج لاندريث ومراسلتنا أدال نزريان والشكر موصول لكم بطبيعة الحال مشاهدين الكرام على حسن المتابعة ورمضان كريم وإلى اللقاء